عملية البناء الضوئي في المرحلة الثانية تتم من خلال حلقة كلفن وهذه الحلقة تتم على عدة خطوات في البداية يكون عندنا ست جزيئات من ذرة من ثاني أكسيد الكربون هذه الست ذرات تتحد مع ستة رايبوز ثنائي الفوسفات ويكون ذو خمس ذرات كربون ناتج هذا الاتحاد طبعا هذه العملية تسمى بعملية تثبيت الكربون ناتج اتحاد هذه العملية ينتج لجينا ست جزيئات من مركب سداس الكربون غير مستقر هذه الست جزيئات تتحلل ويبقى لدينا 12-3-BGA ثلاثي الكربون BGA هو اختصار لحمص جلسرين أحادي الفوسفات في وجود الطاقة الاتب والادب وكذلك في وجود الناد بي اتش والناد بي تنتقل الطاقة الكيميائية المخزنة فيتكون لدينا 12-G3-B ويكون ثلاثي ذرات الكربون بعد هذه العملية يخرج جزيئان اثنان فقط من G3-B ويتكون لدينا الجلوكوز والعشر الذرات الباقية يتم بواسطة انزيم الريبسكو اندماجها وتفاعلها ولينتج لدينا ست رايبوز وحادي الفوسفات ويكون خماسي ذرات الكربون ست رايبوز وحادي الفوسفات بواسطة الاتب والادب وهي الطاقة الاتب والادب تتحول الى ستة رايبوز ثنائي الفوسفات وستة رايبوز ثنائي الفوسفات مرة اخرى تتحد مع ست ذرات من ثاني اكسيد الكربون فتبدأ دورة كيلفين مرة اخرى المحصلة النهائية لهذه الدورة كما نعلم هو انتاج ما يسمى بالجلوكوز للنبات وشكرا ترجمة نانسي قنقر